طهارة أم نجاسة تحقيقات حول شخصيات وجمعيات إخوانية وحمساوية نعم طبعا استاذ العلوم السياسية هيثم عزام أن الدول المتضرعة من نشاط الجمعيات الإخوانية عليها بتحديد مصادر التمويل والتبرع وتحديد مصادر التبرعات الخاصة بجمعية رحمة نعم أو أي جمعيات إخوانية أخرى في أوروبا طبعا حسب قوله يعتمد على مجموعة السياسات وإجراءات تقوم بها الدولة لا يوجد شيء مسبد حققوا مع 700 متبرع عشان بيقول لهم إيه الأساس اللي انتوا بناء عليه التخصص خير التبرع نحن استاذ ممدوح تواصل معنا عشرات المتبرعين وهم بحالة رعب صراحة وهم يسألون ماذا نفعل نحن تبرعنا لأهلنا في سوريا في فلسطين هنا هناك يا الجميع المناطق المنكوبة فيها العالم قلتلهم يعني كل اللي تواصلوا معنا روحوا وشوفوا التحقيقات وشوفوا شو بصير ما بتصور حيصير عنكم مشاكل حيكون الأمر سلس للغاية ما في مبالغات يعني ما في أباصل نوع من الهجوم أو التهجم يعني فعليا عليكم فبإمكانكم أنه تشوفوا شو اللي عما يصير يعني تسمعوا المحاققين وتجابوهن على قد السؤال ما في داعي تبالغوا بالأسئلة نحن تبرعنا لمساعدة الفقراء مساعدة محتاجين نقطة انتهى ما في أكتر من ذلك يعني ما فيش هناك يعني ما فيش توافق أما الجمعية أما الجمعية بالضبط ما في توافق النهاية يعني أنت نيتك المتبرع متبرع المساعدة استخدامات الجمعية نفسها أما استخدامات الجمعية يقدم التحقيق معها أنه هن استخدموا الأموال بطريقة غير مشروعة تمويل إرهاب ما فيش لم يقال يقال ولكن لم يثبت شيء حتى الآن هذه كلها تكاهنات بصراحة تكاهنات حتى نحن يعني اتهامات فقط اتهامات بالضبط اتهامات لم يثبت شيء حتى الآن وبقولوا أنه كمان أنه في عندهم تعاملات مالية خاصة بجمعية الرحلة وتحويلات ومعاملات منكية ومالية شخصية وفي أنشطة غريبة وفي أنشطة غريبة بناء علي قرر مكتب الضرائب مصادرة 593 ألف يورو من جمعية رحمة نمسا وذلك في إطار مداهمات السلطات ضد الإخوان منذ أربع منذ قرابة أربع عوان طبعا المعلومات اللي صراحة إنفقرات خصلت عنها من مصدر موثوق لا نؤكدها ولا ننفيها أنه فعليا تم قبل أسبوعين إلى ثلاثة سابيع مداهمة مكتب جمعية رحمة في الحي عشرين ومصادرة العديد من الأجهزة الأجهزة الإلكترونية كافة الأجهزة الإلكترونية و هنا ولا في غرات في النمسا في فيينا في فيينا عفوا الحي عشرين في فيينا إضافة لذلك تم تجميد كافة حساباتها البنكية هذا الخبر جاءنا لا نؤكده ولا ننفيه لم يصدر أي 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 بيان خاصة راحة بمزارة الداخلية حول هذا الأمر ولكن من ناحية أخرى من ناحية أخرى حتى جئنا لو رحنا على الجنب على القسم الآخر من الخبر أصدر قضاء الهولندي قراء بالإفراج عن الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد والذي يحمل جنسية هولندية و قالت السلطات الهولندية قررت الإفراج عنه وقال المحامي أن عن أبي راشد أن الادعاء فشل في تقديم الأدلة التي تثبت أن أبو راشد كان يرسل أموالا لحركة حماس المصنف إرهابيا في العديد أيها وده كان القبض عليه كان على غرار العمليات التي تمت هنا في النمسا ولا دي حاجة منفصل لا حاجة منفصل هذا شيء منفصل هذا كان شخص مواتقا تقريبا لمدة 8 إلى 9 أشهر وهلأ تم الإفراج عنه حسب ما قال المصدر أنه لعدم كفاية الأدلة لعدم كفاية الأدلة أيها هلأ منرجع على العنوان فضل هلأ منرجع على العنوان شو حطينا العنوان حطينا طهارة أم نجاسة يعني بصراحة نحن بنشاهد العديد من مؤيدي مثلا أو بنسمعهم اللي بتنطعوا من خلال التعليقات أو من خلال القنوات الخاصة فيهم المؤيدين لحركة لتنظيم الإخوان أو لحركة حماس لما بصير أحد منهم يلاحق بتهمة تمويل الإرهاب مش تمويل الإرهاب أنه ينتمي إلى هذه الحركة بجتمع بأفضع الشتائم يتنصل بيقول لك هاي حركة إرهابية الإخوان أولادين ستين كلب هنه هيك بقولوا ما أنا اللي بقول هنه هيك بصيروا بقولوا بالمحاكم أنا حضرت الله المحاكم بقول لك الإخوان تنظيم الإخوان للإرهاب العالمي وهن الإخوان وهن الإخوان وبمجالسهم ويسوقوا نفسهم على أنهم هم أعضاء من الإخوان ولكن هنه يصيروا بالمحاكم يتنصلوا من كل الحركة كأنها رشس من عمل الشيطان حماس وحماس نفس العملية هو الانتماء بالضبط طهارة أم نجاسة؟ هل هي طيب بدنا نفهم هل حماس والإخوان طهارة أم نجاسة؟ لما بكونوا خارج المسائلة القانونية بتصير طهارة عندما يصير هناك مسائلة قانونية يتحول وتتحول الإخوان وحماس ومن يدور فيه لك إلى نجاسة إلى نجاسة والكل بديه يتبرع مننا والكل بديه يبعد عننا والكل بديه ما بديه يكون جزء مننا فبالتالي يا سيدي الكريم فعلا فعلا هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأشخاص منفصمين عن الواقع لا يوجد بهم رجل فعليا صاحب موقف ويقول نعم أنا من الإخوان على فكرة الانتماء للإخوان ليست جريمة سيدي الكريم يعني هل أنا فيه أشخاص منفصمين ليست جريمة الجريمة هي ما تقوم به تمول إرهاب إصبحته مجرم تروج للكراهية تروج للعنف إصبحته مجرم أما تقول أنا إخواني ليست إجرام ولكن هؤلاء الأشخاص كل من يقول عنهم إخوان يقاضونه بالمحاكم ويضعوا ويضخوا الأموال ويضخوا الآلاف المؤلفة لإدانته في المحاكم وأنا كنت أحد الضحايا وأحد أصدقانا كان في أحد الضحايا أحد الضحايا وأحد أصدقانا كان ضحية للعديد من القضايا المغرضة التي لأنه قال أن فلان إخواني وفلان إخواني وهم إخوان يعرفوا نفسهم إخوان ولكن ولكن عندما كتب عليهم مقال معين ذهبوا لمقاداته زورا وبهتانا وتنصلوا من هذا النجس الذي يقال عنه إخوان أو حماس أسمى قولهم وليس قولي